أكثر الأشياء الله يبارك فيك إذا عندك سكر اللي أشوفها ترفع السكر عند أصحابي اللي عندهم سكر رسال الله أن الله يجمعهم بنا جميع العافية التمر العسل الخبز لبيض الرز لبيض وأيضا إذا هم اللي يشربون غازيات أضيف لها أي أضيف لها إذا يأكل سكر إذن يأكل سكر نبارس على سكر بس السكر يعرفون أن يرفع سكر لكن في ناس الأربع عادي ما يدرون أنها ترفع السكر طيب وأضيف لها أضيف لها إذا هو يستخدم زيوت مهي جيدة لأن الزيوت اللي مهي بجيدة ما ترفع السكر لكنها تضرب كفاءة الإنسان حسب كثير من الدراسات التمر ما أود أنك تتعدى يعني حبتين ثلاثي يا أخي شف التمر أعطيك فيه نقاط لا تتعدى حبتين ثلاثي إذا كنت التمر لا تأكلها تفع وحدة لأن الجسم يبغى له وقت لنشبع أما تذكر لما قلت لك أن الجسم سبحان الله وبحمده يشبع عن طريق الهرمونات وعشان يشبع لابد أن يفرزه هرمون الشبع وهذا الهرمون يأخذها 14 دقيقة فإذا كنت التمره قريب برب 3 أو 4 فإذا كنت ترتبع كذا مسكين فإذا كنتها قطعة حطيتها وشربت شويتها وسولفت سبحت ذكرت الله ثم انقطعت منها قطعة بمعنى جزأت التمره إلى 5 أربع أجزاء وكلتها ببطء حتى رسول الله صلى الله عليه يقول آه مسمي الله وكل بيمينك وكل من مالك كأنه يوحي لنا أنه بشويش لا تاكم بسرعة حتى أنه فيها أذكر حديث أنه سولف أنه تحدثوا عن طعام وين لم تجدوا السلاح تتحدثوا عنه أو كما قال صلى الله عالم لست بمفتي هل هو ضعيف أو لا ولكن الحديث على الطعام ممتاز جدا هذا التمر الروس لو أخذت لك روس بني ممتاز لو أخذت برغل أحلى منهم كلهم لأنه مليب القشور رفع للسكر أقل بالنسبة للخبز لو أخذت لك دخل لو أخذت لك شوفان لو أخذت لك أي بدأ حتى برغ لكن بقشرته كلهم يرفعون السكر بالكمية لكن بسرعة الارتفاع لا أبو قشرة اللي هو بني سرعة الرفع لا أقل لكن في الأخير لو أكلت خبز أربع خبز ولا خبز ولا أربع ولا خمس في الأخير المحصلة بيرتفع بطر لكنه بيرفع فيما يصلحني يكثر أنا أتكلم عن ترفعة السكر القوية وهذه سيئة جدا وهي من أهم أسباب أمراض القلب والشرعين والأخيرين بالنسبة للعسل العسل لا أنصح ذا وبالنسبة للفواكه ممتازة جدا ولكن باعتداد وترى كثير من الفواكه تصلح لاللي عند السكر يعني أنا اللي أشوف أن ما يصلح لاللي عند السكر العنب يمكن الأنناس يمكنها بينما التفاح البرتقال الكيوي القريب فروت المانقا لا المانقا لا المانقا محبا أعتقد أنها ترفع الأشياء المجفة في الفواكه مجفة في التصل لكن الفراولة الكارازين كثير من أنواع الفواكه الأفوكادو الفركس الخوخ المشمش الرومان كثير جدا من أنواع الفواكه مناسبة لللي عند السكر لا يوجد مشكلة باعتداد باعتداد ونتذكر لما قلت لكم أنه نعتمد على حاجة يسمونه التحميل السكري أو الجليسمي كلاود يعني إذا كان تحت عشر هذا التحميل السكري فهو ملايب باعتداد يعني والله ما معنى تحميل السكري يعني هم العلماء درسوا الحب هذه الأكلة كم ترفع السكري وعطاه رقم عقل من عشرة فوق العشرة إلا عشرينها فوق العشرين مثلا تحميل السكري الفراولة ثلاثة واثنين ممتاز لكن ثلاثة واثنين لوحدة من الفواكه من الفاكه يعني مثلا اللي حبت برتقال اللي حبت تفاح فلوكلت ثنتين بدل ما هو أربعة مثلا بسنة ثمانية الاعتدال ممتاز هذا هو شف بالنسبة للتمر ما ننسى نقطة حاولك تأخذ التمر ناشف لا تأخذ التمر الذي عليه دبس زي تمر العجوة زي تمر الصفري زي تمر هذا ممتاز طبعا باعتدال حتى هو ثنتين ثمان أوكي هذه الأشياء كثيرا ما ألاحظها ترفع السكر عند اللي عندهم سكري وما يدري إنها ترفع السكر يفكر إنها عادي العسل ما يرفع لا وهو ما ترفع فعسى الله يعطيكم الصحة ولا هيا ولا سأل الله يجمع لكم بين الأجل والعافية وراحة البال مهمة جدا ضغط النفسي يرفع الكورتيزول وبالتالي يطلع السكر في الدم يرفع السكر لحد يقول لك الضغط النفسي ما يأثر السكر يأثر ويرفع الضغط ويقدم الشخوخة دون سلام